موسيقى مشاهدين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج في العمق ونبحث خلالها مستقبل منطقة الشرق الأوسط في ظل مشاريع عالمية يسعدنا أن يكون معنا في الستوديو ضيفنا الدكتور سيار الجميل المؤرخ وأستاذ الدراسات الخاصة بالشرق الأوسط مرحبا بك دكتور سيار مرحبا بكم هل التوتر الحادث في علاقة الغرب وهذه المنطقة العربية والعالم الإسلامي بصفة عامة هو حلقة من حلقات الصراع التاريخي بين الجانبين؟ يبدو لهكذا نعم هي سلسلة متموجة منذ تاريخ طويل يصل إلى 2500 سنة حالة الصراع لم تنتهي بين الشرق والغرب ولكن اليوم الأمور معقدة أكثر لأن المعادلة ليست فقط بين الشرق وغرب وإنما بين شمال وجنوب ولكن عندما نطلق كلمة الصراع هناك إلى جانبها أزمن التلاقي أزمن الانفتاح حتى في ظل وضعنا اليوم هناك تلاقي بين ثقافات بين مجتمعات سواء بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب فأنا لا أستطيع أن أقول هي حركة الصراع فقط موجودة بين الشرق والغرب وكلمة الشرق هنا أضع عليها علامة استفهام لأن الشرق كبير جدا والغرب كبير أيضا فبالنسبة للخط السياسي بالتفسيرات الأيدلوجية بالنسبة لحالة الواقع الذي نعيشه هناك تفسيرات كجزء من واقع اليوم موجود أمامنا نعيشه اليوم في هذا الزمن وهناك أيضا لنا جاليات كبيرة جدا من عالمنا يعيشون في الغرب أو تعيش تلك الجاليات في الغرب فهي حالة الصراع موجودة ولكن الأكبر منها عندي كما أتصور هي حالة التلاقي حالة التلاقي هناك فجوة هائلة في القدرات والإمكانات بين هذا الفريق وذاك بما يعني في كثير من الأحيان أن هذا التلاقي يمثل علاقة التبعية أكثر منه تلاقي أنا لا أقصد في هذا الزمن ولكن هناك نظرية لإنعكاس الثنائي في التاريخ على امتداد هذا التاريخ الطويل الغرب أخذ من عندنا الكثير ونحن أخذنا من عنده الكثير منذ العهود الأغريقية وصولا إلى الرومانية وصولا إلى العهود الإسلامية يكفي أن ثمانية قرون بقى العرب المسلمون في إسبانيا في الأندلس وعطينا من خلال البحر المتوسط وعطينا من خلال مناطق عديدة يكفي أيضا أننا جسدنا العلاقة بيننا كشرق كما يصطلح عليه بالشرق الأوسط وبين الشرق الأقصى كل المسلمين هناك على امتداد تسعمائة سنة آمنوا بالإسلام دخلوا الإسلام من خلال التجارة فليست هناك حالة صراع فقط كما يتخيلها البعض أو كما يتصورها البعض أنت ضربت مثلا بالوجود الإسلامي في الأندلس الذي امتد من 92 هجرية حتى 895 هجرية وهي فترة حقبة طويلة جدا من التاريخ لكن المتابع لفترات هذه الحقبة يجد أنها تقريبا في معظمها كانت علاقات صراعية بين الجانبين علاقات متوترة وانتهت هذه النهاية الدامية التي طرد بها المسلمون من هذا المكان هناك حالات تفكك بعد مرور 250 سنة في البنية العربية الإسلامية في داخل إسبانيا ولكن كانت هناك علاقات في داخل المحيط ذاك بين المركز والأطراف وبين علاقات حميمة جدا وثقافية وحضارية بين المسلمين العرب وبين المسيحيين وبين اليهود في حزمة ذلك الزمن ناهيكم عن أن العلاقات التي كانت سائدة أنتجت مدام أنتجت على امتداد هذا التاريخ الطويل بعيدا عن الخط السياسي وصراعاته الداخلية وتفكك الدولة إلى إمارات متصارعة جاء ضعفها من خلال الخط السياسي وليس من خلال الخط الحضاري وهذا ما يحدث عندنا اليوم دائما ما يكون الخط السياسي هو الذي يضغى على الخط الحضاري فيقمعه ويقتله ولدينا أمثلة عديدة على أن هناك حالات تلاقي موجودة اليوم لأغلب هناك مثقفين عديدين اليوم هناك متخصصين هناك آلاف الأطباء العرب الموجودين في أماكن عديدة من الغرب يقدمون خدماتهم إلى الغرب لا ننسى ذلك صار جزءا من المنظومة الغربية أكثر منهم مواطنين هما أصبحوا مواطنين أصبحوا مواطنين غربيين وليسوا مواطنين في بلداني أو مواطنين مسلمين أكثر منهم مواطنون تابعون لهذه الدول يعني انسلخوا عن مجتمعاتهم الأصلية تقريبا بالكلية الجيل الثاني والثالث لا لو تلاحظ هو الجيل الأول والثاني لا ينسلخ بسرعة لكن الأجيال ما الثالث ورابع وخامس كما حدث في الأرجنتين والبرازيل يمكن أن نقول هناك انسلخ لأن الأحفاد تركوا لغتهم تركوا ثقافتهم ولكن يحنون إلى عروقهم إلى أصولهم لكن تبقى هناك ملايين العرب الموجودين من مختلف الديانات موجودين في الغرب أو حتى في الشرق يقدمون خدماتهم وإنتاجهم دكتور سيار لنكون صراحة خلاصة التجربة الغربية تمثلت في ما كتبه سامويل هانتكتون الخاص بصدام الحضرات وفرانسيس فوكياما نهاية التاريخ وختم البشر وما إلى ذلك من هذه الأفكار وخلاصة الفكر العربي الإسلامي تتمثل في لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض التدافع سنة كونية أقرها الإسلام أقر بوجودها وكذلك الغرب توصل إلى أن هذا الأمر أيضا الصدام بين الحضرات أمر حتمي ولو تلاحظ في السياق التاريخي في العلاقة بين الجانبين كلما ازدهرت وكلما شهدت الحضرات الإسلامية فترات ازدهار شهدت في المقابل الحضرات الغربية فترات انحصار وتراجع والعكس بالعكس ما هذا هو الإنعكاس الثنائي يعني ما بين الشرق والغرب بالنسبة لهذه النظرية كواحدة من النظريات إليها أقوها بال92 ظهرت ونالت انتقادات كبيرة جدا سواء من الغربيين أنفسهم أو حتى من عندنا عندما قال صدام الحضارات هي ليس حضارات تتصادم الحضارات لا تتصادم الحضارات دائما تتلاقى لكن كان هناك صدام بين ثقافات وبين مستويات وبين سياسات صدام السياسات والثقافات هو غير صدام الحضارات الحضارات تطول قد تمتد لثلاثمائة سنة لعصر واحد أو لستمائة سنة لعصرين فمعنى تصادمية هنا ينتفي وجاء طالبه فوكوياما لكي يعزز نظرية ولكنه تراجع عنها والتي سماها The End of History أو نهاية التاريخ لكن ما نشهده اليوم هو تطبيق حقيقي وخصوصا بعد كما يتفسر اليوم في الغرب أن ما حدث في سبتمبر 2001 هو الترجمة حقيقية للأفكار التي نادى بها هانتندو تشعر وكأن الغرب لا يريد تجاوز هذه اللحظة لحظة 11 سبتمبر عام 2001 وكلما خبت جذوة هذه اللحظة كلما وجدت من يشعل فيها النار مجددا بأحداث مثل تلك التي حدثت مؤخرا في فرنسا والنفخ في هذه الأحداث وتكبيرها بهذه الصورة هناك نفخ هناك نفخ إعلامي هناك نفخ سياسي لكن كناحية علمية كناحية تاريخية أنا لا أستطيع أن أبت بما حدث بالألفين وواحد وما تلاه لأن هناك خفايا لا أنا أجهلها وغيري أجهلها لا أستطيع أن أبت بما حدث في تلك السنة وهي انقطيعة بين زمنين وهي المبشرة لقرن قادم تركنا فيه القرن العشرين وجاء قرن قادم وفتتح بهذه بهذا الحدث الكبير إذن بعد ثلاثين سنة ربما أكثر ستظهر حقائق نحن نجهلها اليوم ما هي العولمة؟ العولمة ظاهرة تاريخية يا عزيزي كأي ظاهرة سبقتها؟ لأنه في التصنيف التاريخي أو التحقيب التاريخي الحقيقي أن العالم في نهاية القرن العشرين كان مقدم على ظاهرة تاريخية جديدة بعد الظواهر التي مرت بخمسة قرون من تاريخ البشرية من تاريخ العالم بدءا بالاستكشافات في القرن الخامس عشر إلى ظاهرة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر كظاهرة إلى ظاهرة المركنتالية التجارية التجارة العالمية والبنوك في القرن السابع عشر إلى ظاهرة التنوير كظاهرة في القرن الثامن عشر إلى ظاهرة الثورة الصناعية واكتشاف سكك الحديث في التاسع عشر إلى الثورة الكهربائية والسيارات والطائرات في القرن العشرين. إلى ظاهرة العولمة في القرن الواحد والعشرين. فهي ظاهرة يعيشها العالم اليوم. كله. أكلها سلبيات بالنسبة لهذه المنطقة والنسبة للعرب والمسلمين؟ كظاهرة هناك من يقف ضدها أو ضد سلبياتها. لأن ليس هناك ظاهرة مثالية أو ملائكية. هناك سلبيات وهناك إيجابيات. من السلبيات التي لم تظهر بعد من هذه العولمة. والتي ننظر فيها العديد من المفكرين. ما سيظهر على امتداد 30 إلى 60 سنة. وخصوصا من ناحية الأسوأ قادم. الأسوأ قادم من الناحية الاقتصادية الكابيتالية. الرأسمالية. بتحول رؤوس الأموال. وأمور عديدة. ولكن من الناحية الأخرى استطاع الإنسان. هو لماذا عولمة؟ هو تفوق الإنسان من خروجه من العالمية إلى الكوننا. يعني استخدام الفضاء. الكون. يعني لو لا هذا الاستخدام. لما جرى لا هناك. ليس هناك انترنت. وليس هناك موبايل. وليس هناك كل هذه الثورة المعرفية والألكترونية الجديدة. فهي جزء كبير منها يخدم الإنسان اليوم. حتى من الناس الذين لا يعرف معنى العولمة. ويقف ودها. وهو يستخدم كل منتجاتها. لكن من ناحية الأخرى. هو يتغيب عنه ما سيحدث في المستقبل من آثارها. ما السبيل إلى استغلال الأمثل لهذا الأمر بالنسبة للعالم العربي والإسلامي؟ هناك في العالم اليوم وخصوصا في كندا وفي بريطانيا وفي ألمانيا. هناك صدور قوانين تحدوا من مظار هذه الظاهرة. القوانين هذه بدأت بالتنين وثلاثة وتسعين أربعة وتسعين خمسة وتسعين وما زال تصدر قوانين. تشرع قوانين من قبل الدول. للحد من هذه الظاهرة. وخصوصا على الأجيال الجديدة. على الإعلام. على الميديا. على تأثيرها على المواصلات. تأثيرها على السوق. تأثيرها على التجارة. نحن لم نفكر في إصدار مثل هذه القوانين. ولم نفكر بعد في كيفية مواجهة هذه الظاهرة التي اكتسحتنا جميعا. قبل عشرين سنة لا أستطيع أن أرى وأنا في بيتي أي قناة تلفزيونية أو فضائيات. اليوم الفضائيات في كل العالم مئات بل آلاف الفضائيات بتأثير العالمة. فانظر ماذا سيحدث بعد خمسين سنة. طيب يا دكتور. إذا في هذه اللحظة الراهنة. إذا جئت بخريطة المنطقة. ووضعت أسبوعك في أي بقعة شئت. ستجد جرحا نازفا. وستجد بؤرة للصراع. هل هذه الصراعات في طريقة إلى أن تخبوا. أم ستزداد اشتعالا في الفترة القادمة في تقديدها. تقصد في العالم ككل. وهذه المنطقة تحديدا تبدو منكوبة أكثر من غيرها. بؤر التوتر عديدة في العالم. لكن أشرسها هي التي نعيشها في بيئاتنا ومجتمعاتنا. وما يسمى بدولنا. أخطر هذه الحالات. فقط ما يسمى بدولنا. لماذا هذا التنصيص؟. لأني لا أعترف بهذه كدول. هذه مجرد كيانات خلقت في القرن العشرين. لا تتمتع بكونها صح. ما تعريف الدولة. هي مؤسسات. إذا نحن لم نمتلك لحد الآن المؤسسات إلا بعض ما ورثناه من الدول التي كانت سائدة سابقا. مصر هي ميرات لدولة بناها محمد علي في بداية القرن التاسع عشر. وهكذا هناك تونس. وراثة لدولة سبقت عهد بورقيبة والاستعمار. والاستعمار هو عهد الحسينيين. وهكذا دولة الباشوات في العراق. فهي بقايا لكيانات بقايا لدول قديمة. أما نحن فليس لدينا دول صاحبة مؤسسات تشريعية حقيقية وتنفيذية وقضائية. لم تجدد القوانين في دولنا منذ عهد السنهوري. في حين أن هناك دول جديدة بدأت تنظر في القوانين. تنظر في قوانينها. تنظر في مناهج تربويات أبنائها في المدارس. تفكر في مشاريع جامعاتها. وما سيكون عليه حالها بعد 20-30 سنة. نحن مجتمعات خاوية. ليس لديها مقومات دول ترعاها. لأن الدولة خلقت في التاريخ لكي تخدم المجتمعات. وليس العكس. في حين نحن وخصوصا في الـ 40-50 سنة الأخيرة. جعل هؤلاء الحكام الذين حكموا مجتمعاتنا في خدمة سلطاتهم. وما يسمى بدولهم. إذا تجوزنا ما يسمى بدولهم. هل تتجه الصراعات بؤر التوتر التقليدية والمستحدثة إلى مزيد من الاشتعال؟ أم تخبو في تقديرك؟ لكن متى؟ هذا يحتاج زمن طويل. يعني كانت هناك خطوات جادة. كانت هناك خطوات جادة. كانت هناك مشاريع جادة. في الخمسين سنة الأولى من القرن العشرين. يعني هذه جامعة الدول العربية كمشروع. أنا أعتبرها شاخت. وهي فاشلة. هي من مستحدثات ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلى حد الآن لم تجدد نفسها. وكذلك الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لها تمشي ضمن قانون. اسمه قانون دولي. ليس هناك قوانين دولية. هناك قانون دولي. ولها مؤسسات. يمكن تكون في رعاية هذه الدولة أو تلك. لكن الدول الخمسة هي المسيطرة عليها. تسيرها كيفما تشاء. لكن جامعة الدول العربية. هذا كمشروع. هناك مشروعات أخرى فاشلة. باستثناء مشروع وحيد. في بداية السبعينات. بدأه المرحوم الشيخ زايد. ونجح في اتحاد سبع إمارات. وحدهم في دولة واحدة. واستمر إلى حد الآن. تجربة اليمن اليوم متفسخة. اليوم اليمن تعيش حرب أهلية مع الأسف. وقضية اتحاد العدن مع اليمن الشمالي. أصبح هذا من نتائج الحرب الكارثية اليوم التي تخوضها اليمن. وهكذا بالنسبة للدول المركبة. لأن هناك عندنا في محيطنا العربي دول مركبة. ودول مجزئة. ودول قزمية. سأتكلم عن الدول المركبة. كل الدول المركبة تعاني اليوم من الخراب. علما بأنها صاحبة ثروات. وصاحبة مجتمعات غنية جدا. وصاحبة ثروة بشرية. هي لا تنتج شيئا اليوم. وعاشت في أزمات منذ خمسين سنة. وتلاقي اليوم تجدها في خراب. مثل ماذا؟ خذ مثلا العراق. خذ مثلا سوريا. التي ركبها وتركبت. وقسمت بلاد الشام إلى أربعة أجزاء. فلسطين راحت. وكانت كقضية مركزية لنا. أصبحت الآن قضية فلسطينية. تقريبا في الترتيب الرابع أو الخامس. في الترتيب الرابع أو الخامس. كانت مركزية واحدة. الكل مجدود لها. اليوم خبت القضية الفلسطينية. واستجدت مشاكل. لم نكن نفكر بها عندما كنا صبيانا. لم نفكر بها. فجأة أمامنا. أبواب جهنم. فتحت لكي نجد بلداننا في خراب. نجد بلداننا يسودها العنف. يسودها السرقات. تسودها المافيات. ما الذي جرى خلال هذه السنوات. الأربعين التي مضت. بتحكم سلطات ديكتاتورية. خلقت مثل هذا النسيج البشر. وعندي سنة 1979. هي أخطر سنة في القرن العشرين. لماذا؟ وليزعل من يزعل. هناك ثلاث سنوات مهمة. سجلتها. أنا نشرتها في أكثر من مكان منذ عشرين سنة. سنة 1919 تركبت فيها كياناتنا. هذه الكيانات تركبت. حتى الملك فؤاد توج نفسه ملكا. في 1917 استعدادا لمؤتمر فرساي. مؤتمر فرساي وما لحقه من بنود مؤتمرات أخرى. خلقت هذه الكيانات. وخصوصا في المشرق العربي. كان المغرب العربي كله تحت حماية انتداب السيطان فرنسي. بقينا ثلاثين سنة. خلقت أشرس دويلة في المنطقة اسمها إسرائيل. بعد الحرب العالمية الثانية. بالتسعة واربعين. وجد الناس بعد أن فشلت تلك الحرب. ولم ينتصر العرب على الإسرائيل. أنهم في مأزق. وأنهم يبحثون عن مشروع جديد. بدأ المودة القومية. بالاثنين وخمسين بدأ المد القومي. عندما بدأ بالاثمانية واربعين. حزب البعث العربي الاشتراكي. على ميراث أحزاب قومية سبقته. لكن بدأ بثوب اشتراكي. بثورة جديدة. متأثر بهذا وذاك. ثم استمرت هذه إلى تسعة وسبعين. إلى أن أسلمت الروح في عام تسعة وسبعين. إلى تسعة وسبعين. وحدثت تسعة وسبعين. هناك خمسة أحداث خطيرة جدا. ولهذا اعتبرتها أخطر سنة في القرن العشرين. التي جاءتنا بالدكتاتوريات. جاءتنا بالطائفية. الانقسام الطائفي البشع الذي ظهر بعد تسعة وسبعين. وما زال يستفعل. ثم دخول السوفيت في آخر يوم من تسعة وسبعين إلى أفغانستان. وجرى معه ولادة تيار العنف لإخراج السوفيت من أفغانستان. والتدخل الأمريكي. هذه الحلقات. والتي اعتبرت نهايتها بالألفين وتسعة. ولكن التحولات ظهرت بنهاية ألفين وعشرة. يعني ألفين وعشرة مع الثورات التي قادت إلى سقوط أنظمة. هي بدء مرحلة ثلاثين سنة جديدة ستنتهي تسعة وثلاثين أربعين. لا أدري. حالة الهيمنة الغربية في اللحظة الرهنة على الوضع الدولي. هل هي حالة اقتصادية رأسمالية أم حالة ثقافية أو سياسية؟ كل الذين يظهرون ويحللون أنهم محلل سياسي. وأنا عندي أفكار وأنا عندي معلومات. لا يعرفون شيئا بمن ضمنهم أنا. لا أحد يعرف. حتى هؤلاء الموجودين ينظرون في أمريكا لا يعرفون ماذا يجري من خطط على الثلاثين سنة القادمة. لا أحد يعرف. لا أحد يعرف ماذا رتب لهذه المنطقة لي ومناطق أخرى. لكن هذه المنطقة تمتلك مجال حيوي. لا بد أن يكون هناك عند الجميع حاجس بأن هذا الدول ما يسمى بالكبرى وما يسمى لديها مشاريع. اليوم هو انتقال كما عرفنا من الكولينياليزم. من الاستعمار القديم في التاسع عشر إلى الامبرياليزم في القرن العشرين. اليوم هو كابيتاليزم هو رأسمالية البشعة التي تأتي لبلدان تسحقها وتبدد أموالها. تبدد ثرواتها بأي وسيلة كانت لأغراض. ربما هي عندها أجندته. أنا لا أعلمها. لكن ربما هذا لا ينفي وجود مخططات واضحة تنفذ بطريقة مرحلية. ألا ترى أن ما نحن فيه الآن قد يجد إنعكاسا أو قد يجد أصولا وجذورا في كلمات كيسنجر مثلا في نهاية السبعينيات. وقد يجد له أصولا حتى أعمق في ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية. أعزيزي مشروع روسفيلت أدى مهمته بعد الحرب الثانية. وجاء كيسنجر في السبعينات أدى مهمته. الآن لا أحد يعرف ما هي الخطط الجديدة. ولكن هناك خطط نعرفها. لأصبح تاريخ نقرأها. لكن اليوم ماذا يراد من هذه المنطقة؟ ما الذي جعل هذه الكتل وهذه التيارات وهذه الأحزاب؟ وخصوصا حرق النزعة الوطنية. حرق النزعة الوطنية. اليوم الهوية مهددة. الانتماء مهدد. لا يمتلك الإنسان إلا هوية يقول بأنه هذا سوري. هذا عراقي. هذا مصري. لكن هناك تفكك في النسيج الاجتماعي. يعني الانتقال مما كانت عليه الدولة. الدولة في القرن العشرين. وكانت المجتمعات تعيش غير مفككة. اليوم نعيش تفكك اجتماعي. هذا التفكك الاجتماعي هو أخطر بكثير من الدولة. كيف وصل بين السياق التاريخي إلى مثل هذا التفكك الاجتماعي. الذي ربما يتواكب مع معنمط استهلاكي وثقافي ومجتمعي. يا عزيزي. يعني السياسة هي فن. ولكن بنفس الوقت هي حكمة. عندما يسود ناس لا يقرؤون كتابا في حياتهم. ويصبح رئيس دولة. وكل مقاليد الأمور بيده. عندما تساء مناهج التعليم للتربية. تربية وتعليم في المدارس. ويساء وضع الجامعات. وتساء المؤسسات. ليس هناك نظام إداري مضبوط. ليس هناك جيش قوي مضبوط. أنا قرأت قبل أيام أحد الحكام العرب. من حرصه. قابل أحد السفراء. وأعتقد السفير الأمريكي. فالسفير الأمريكي قال. جئت لك بهدية دواء. لأنه أنت عندك. قال له. والله لو جبت لي شوية معها شوية طائرات ودبابات. الناس كانت تفكر في كيفية صناعة القوة. والحفاظ على هذه التي أسموها بالوطن العربي. عندما اليوم يخترق هذا الوطن العربي. يخترق اختراق بشع. وعلانية تسمع هذا من هذه الدولة. وهذا جاء من هنا. وهذاك من أزباكستان. وهذا من إيران. ويقاتل أبناء البلد الأصلي. ما تفسيرك لهذا؟ ما تفسير أي حاكم عربي يرى مشاهد على التلفزيون؟ ما تفسير حاكم عربي يذبح شعبه ذبحا؟ ربما يشارك في هذه العملية. أنا لا أقول. ربما نحصل على بعض الإجابات لهذه التساؤلات. ولكن بعد فاصل قصير. بكل سرور. مشاهدين الأعزاء. ابقوا معنا. سنستكمل هذا الحوار مع ضيفنا الدكتور سيار الجميل. ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا مشاهدين الأعزاء. نجدد الترحيب بحضراتكم. ونجدد الترحيب كذلك بضيفنا الدكتور سيار الجميل المؤرخ. وأستاذ دراسات الشرق الأوسط. ونستكمل الحوار بشأن الشرق الأوسط في ظل مشاريع عالمية. أي مستقبل ينتظر هذا الوطن الذي تقول إنه كان وطنا عربيا؟ لا أريد أن أحبط الأصدقاء والمشاهدين الكرام. ولكن يجب أن أكون صريح وأونس. أكون وفي للضمير الذي أحمله. مستقبلنا كما أعتقد للثلاثين سنة القادمة سيكون صعب جدا. أصعب مما نحن فيه. أصعب مما نحن فيه. ومع الأسف كان لابد أن يكون هناك خطوات مع العقد الأول من هذا القرن. وعادونا فيها. وعادوا الإصلاح الإصلاح الإصلاح. لم يتحقق هذا الإصلاح. اليوم نحن ليس في مأزق ولا في أزمة ولا في مشكلة. نحن في كارثة. يعني أخوفي أن تنتقل كما انتقلت من العراق إلى أماكن أخرى. أن تنتقل الكارثة لا سامح الله إلى المغرب العربي أو إلى السودان أو إلى مناطق أخرى يبدو لأنها أكثر استقرارا. هناك مزيج أو متضارب من المشاعر أو خليط متضارب من المشاعر يعتري كثيرين في هذه المنطقة. في منطقة الشرق الأوسط في العالم العربي. هناك من يتصور أو يخشى بأن هذه المنطقة مقبلة على هزات عنيفة. بل زلازل مدمرة عواصف عاتية ستذهب ببعض الدول وستقسم دول أخرى. يعني بعد عشر سنوات في تقدير بعض الناس أو في تشاؤم بعض الناس في هذه المرحلة. لن تكون هناك بعض الدول. ستختفي بالكلية من الخارطة. وهناك دول ستنقسم إلى ثلاث دولات أو دولتين. يعني ستكون كيانات مختلفة تماما عن ما هو حادث في اللحظة الرهنة. ويعني ربما في السودان مثل لهذا الأمر. كان دولة ثم صار دولتين. وربما يصبح ثلاثة في مستقبل قريب. الله أعلم. لكن هناك أيضا مستوى آخر من التحليل. هناك شعور آخر يعتاري كثيرين بأن هناك أملا ينمو من بين هذا الركام. أن الأمة دخلت في مخاضن ربما يتولد عنه مستوى آخر تماما. مستوى مختلف تماما عن ما كانت عليه هذه البلاد طيلة الستين عاما في الماضي. هذا هو الرهان. هذا هو الرهان. يعني كيف نقلب المعادلة؟ أنا عندي هذا الأمل. لكن ليس في هذا الزمن. يعني نحتاج إلى زمن ليس بالقصير. ومن ثم تبدأ إعادة التفكير. يعني الإنسان ينبغي أن يعيد هذا التفكير. لا يبقى في حالة خراب. ما ذكرته منذ عام 1992 طرح موضوع التفتيت. يا ناس هناك تفتيت قادم. واستمعنا كثيرا من البلقاني إلى اللبننا. وأن المجتمعات ستمر بحروب أهلية. والانقسامات ستكون كبيرة جدا. هذا ما يحدث الآن. هو ما يحدث الآن. بدأت في التسعينيات بالجزائر. ثم أعرج على السودان. ثم هناك العراق في أزمة. ما يطرح من مشاكلنا. ولهذا هناك إحباط عند بعض الناس. ويقول لا داعي لكي أتكلم. ما قيل ويقال إلى حد الآن. على لسان حكماء. لا ينفع. يعني إن رددنا هذا طويلا. لا حد يأخذ به. لأن صاحب القرار هو مشغول بغير شيء. لا يستشير. لا يستشير. الإنسان الحاكم. حتى لو كان قطعة من الذكاء. يجب أن يستشير. من هو له فهم. من له تخصص. من له باع. من له تجربة. هؤلاء لا. هل المشكلة مشكلة حاكم أو مشكلة مجتمعات؟ لنكن صراحة يا دكتور. أليس هؤلاء الحكام إفراز لهذه المجتمعات؟ المجتمعات التي أوصلها إلى هذه الحالة. هم حكامها. حكامها منها. يعني لم يقتل مثلا محتل من المحتلين الأجانب. ناس بقدر ما هم قتلوا. من أبنائهم. من أخوتهم. من مواطنيهم. إذن هذا المجتمع كان بحاجة إلى فرص أخرى. من الذي يصنع القرار؟ هل المجتمع من المتسلط الذي يصنع القرار؟ لست أنا وليست أنت. الذي يصنع القرار هو الموجود في سلطة تنفيذية أو سلطة مخابراتية أو سلطة عليا. إذا لم يأخذ قرار بإصلاح هذا. بإصلاح تلك. بتغيير مناهج. بتغيير خطط. بالديمقراطية التي تربينا أو نتغنى بها. وعندما حصلت كانت المجتمعات في طور آخر من التفكير. إذن مشكلة المجتمعات تتعلق بمن يحكمها. يعني أنت غير متفائل بمخرجات المرحلة الرهنة أو مرحلة الربيع العربية. ما سمي بهذا الاسم؟ ما سمي بهذا الاسم. يعني بالمآلات حتى الله ذرهينا لن نستطيع أن نقول أنه ربيع أو خريف. الثورات العربية أنا عندي هي ثورات حقيقية. قام بها الناس. للحالات التي عاشوا عليها. للمظالم التي أخذوها. لحالات البطش. لحالات الفقر. سكن ما في عند الناس. ماذا يفعل؟ ثار الناس. لكن هذه الثورات لم تتواصل لأن دخلتها عوامل متعدنة نخرتها. سحبت البساط من تحتها. اليوم لا أستطيع أن أقول في اليمن موجود ثورة. لا أستطيع أن أقول في سوريا في ثورة. لا أستطيع أن أقول في العراق في ثورة. في ليبيا التي تتمزق اليوم. إذن باستثناء تونس. التجربة التونسية أنا عندي. هي في بداية الطريق. تستطيع أن تهذب نفسها من مرحلة إلى أخرى. هي أفضل من تجارب أخرى. لكن أن تؤكل الثورات العربية بمثل ما وجدنا. بمثل هذه. أترى تونس تترك لكي تتم ثورتها؟ أو لكي تقطف ثمار هذه الثورة؟ لا سامح الله. إذا حدث شيء في الجزائر. كما يحدث. لا سامح الله. في ليبيا. تونس في خطر. في خطر شديد. عندما تحيطها النار من هنا وهناك. يعني ليبيا تتمزق اليوم مع الأسف. بعد حكم بطش أربعين سنة. والجزائر عانت من حرب صعبة جدا. وعنف شديد جدا. أخاف على تونس من أن يحدث شيء في الجزائر. لكن أنا عندي تونس. كان في حكمة. وكان في بقايا تأسيس قديم. لباني تونس. طيب. يعني الحضارات لا تبنى بالأموال فقط. ولكن تبنى بالأجيال. وتبنى بالبشر. وذوي النوعية المرتفعة. من الثقافة ومن العلم. الإنتاج. الشعب الذي لا ينتج. ويأكل من غيره. فهو لا حضارة له. إذا بقى مجتمع ريعي. ودولة متسجدة. هذا هو الحادث الآن. هذا الحادث. كيف تغيره؟ أنا لا يهمني أن يكون هناك دولة غنية. ودولة فقيرة. أحتاج إلى من يرأى هذا المجتمع. لكي هذا المجتمع يبدأ ينتج. يبدأ يدرس. يبدأ يتعلم. يفهم الآخر. اليوم في مركز لدراسة المشاريع المركزية صدر كتاب A Path for Future. عندما قرأته وجدت أن المجتمعات في المشاريع المستقبلية تحتاج إلى صحة. اهتمام بصحة. وإيجوكيشن. تربية. اثنين. والدول تحتاج إلى القوانين وإلى النظم. معناتها برامج. يوميا. ليس معنا. هذا متدهور للغاية. هذه العامل الأربع متدهور للغاية في غالبية الدول العربية. في غالبية الدول العربية. ما السبب الذي أوصلنا إلى هذا المستوى؟ ما السبب الذي يقف وراء فشل الدولة العربية الحديثة؟ تجارب الحكم الغير ناضجة. وسيادة الكم على النوع. يعني هجرة الفلاحين وتركهم الأرض الزراعية لكي يتمتع بالأنوار في المدن دون أن تبنى الأرياف. ويعتنى بالإنسان ويعتنى بالفلاح. التجارب الاشتراكية الفاشلة التي طبقتها بعض الدول العربية ولم ينتج منها شيئا. قرارات صعبة اتخذها بعض الحكام وبعض السلطات في الإعلام. في تشويه سمع الدول. اليوم أصبح حتى الوازع الأخلاقي في ضمور. بمعنى أن يأتيني أحدهم لكي يتكلم بالتلفزيون. والله العراقيين بهاين. طيب يا. هذا المشتغل بالإعلام في المصر. أستطيع أن أشتمه. أنت من مصر. وفي مصر غنت أم كلثوم. يا قلعة البغداد. يا قلعة الأسودي. طيب أنا لا أفهم كيف كان ذاك الزمن. وكيف أصبح هذا الزمن. طيب عندما يسمع أي عراقي بأنه قطيع من البهائل. هذا في معرض النصح والإرشاد للعراقيين. إذا داعي للتطرق لمثل هذه النوعيات. حتى في باب النصح هناك. هناك أسلوب مهذب. هناك أخلاق. مجتمعاتنا فقدت أخلاقها. في الإعلام وفي التربية وفي التعليم. أن تتعز هذا لنظم الحكم. هذه النظم أخذت فرصتها كاملة. لها ستون عاما تحكم. هل من قبيل سوء الحظ العاثر أو البالغ التعثر. أن وصلت مثل هذه الحكومات أو الأنظمة إلى هذا المستوى من الفشل. أم أن الأمر يقف وراءه من يقف. هل نظرية المؤمرة تبدو مغرية في كثير من الأحيان لتفسير ما يجري. وليس ممكن أن يكون هذه الدول سيئة الحظ إلى هذه الدرجة. لا يمكن أن ننفي لعبة الأمم. لعبة الأمم موجودة. لكن لا أعول كل مصائبنا على لعبة الأمم وعلى مؤامرة الآخرين ضدنا. هناك فشل في منطقتنا. في مجتمعاتنا. تجارب عديدة لدول في منظوم الدول. كان يكون وضع اليوم بعد خمسين سنة من المنجزات التي قدمتها أفضل من اليوم. يعني بلد مثل العراق يمزق بمثل هكذا وضع. لا يمكن أن أتخيل أنه كيف أنا عشت صبي في العراق. وكيف كانت الحياة في العراق. واليوم الإنسان يذبح ومدن تدمر. آثار تدمر. جوامع تهدم. أرجع إلى مصر قرابة مليون نسمة. عندما كانت مصر 16 مليون نسمة. ظهر عمالقة في الأدب وفي الفن. طيب الآن عندي 95 مليون نسمة. أين مصر قبل 60 سنة؟. من الذي جنى علينا؟. لماذا لا نعيد التفكير من جديد؟. ونعيد التفكير في ذهنياتنا. في المنتاليتي. ونقارن بين ما كنا عليه إلى ما آلت إليه أمورنا. قبل عشرين عاما تخريبا حضرت محاضرة للدكتور حسن حنفي في جامعة القاهرة. تحدث فيها عن النخب العربية. النخب العربية. النخب الحاكمة في البلدان العربية. إما الجيش وإما قريش. هل تعتقد أن هذه المعادلة ستدوم طويلا؟. أما الجيش؟. إما الجيش يحكم وإما قريش تحكم. هل تعتقد أن بكناية عن الأنظمة الحاكمة في بعض البلدان الملكية. وطبعا البلدان التي خضعت لحكم الجيش عقب ثورات التحرر من الحقبة الإمبريالية. هل تعتقد أن هذه المعادلة ستدوم خلال العشر سنوات القادمة؟. لا أعرف أخونا حسن بما بالاستهزاء أو بما بالتشبيه. كان جدا في الغاية وهو يطرح هذا الطابع. عزيزي أنا لا ضير عندي أن يأتي أي حاكم من أي مكان. لكن يجب أن يتمتع بذكاء وبتواضع وبإخلاص ليل نهار لكي يشتغل. وحوله تيم طاقم عمل من الأبكياء. ليس من الناس اللي يهمون بأشياء. هذا الحاكم المثالي الخيالي. هل تعتقد أن الأنظمة والمجتمعات الراهنة يمكن أن تفرز مثل هذا النظام الحاكم؟. لماذا لا؟. يعني هناك تاريخ أدنى طويل ظهر في زعماء ممتازين. والله وحدوا أمام وقادوا إلى تجربة. يعني في التاريخ القديم. لا أنا أقصد في العقود الستة الماضية. في المرحلة أدنى ناس بورقيبة ساهم في بناء تونس. وأقولها علىنا. لكنه لم يضع أسس الأنظمة والديمقراطية تفرز حكما رشيدا من بعده. يعني ربما يكون الحاكم صالحا في حاله. وربما يكون صالحا للفترة التاريخية. لكنه لم يضع من خلفه ما يمنع الفساد على سبيل المثال. يعني مؤسساته. الدولة تحكم بمؤسساته وليس بأفراد. ليس هناك حاكم مثاليا. ليس هناك حاكم مثاليا. سعد زغلول مقدمة أحبط. غطيني يا صفية. هناك المشاكل محاطة من كل مكان. هناك ناس أفنوا أعمارهم. حياتهم دفعوها من أجل أوطانهم. لكن قزي لملاحظة أخ حسن. الذين حكموا من خمسين سنة أتوا من بقايا تاريخية. يكونوا من طبقات الاستقراطية أو برجوازية عليا. هؤلاء أجدهم أقوى بكثير من خلال التعليم الذي تعلموه. ومن خلال المواريث السياسية عن آبائهم وإجدادهم. ومن خلال أيضا أنهم جاءوا لأنه أصحاب إقطاعات وأغنياء. أفضل من الحكام الذين أتوا من بعد. جاءوا من بيئات فلاحية أو من صعيد أو من. فوصل الأمر بهم إلى مراكمة الثروات. لو عسكر هو تربى في ثكنة لم يقرأ لم يطلع على السياسة. فبدأ فجأة عنده دولة يقودها وهو ضابط عسكري. والأمثلة عديدة. وكل الدول التي تخربت اليوم جاءها ضباط من الثكنات حكموها. فقاد إلى هذا المصري. تور أنت أبديت تواضعا شديدا في النصف الأول من هذه الحلقة. عندما قلت أنه لا أحد يعرف ماذا يجري. ولا ما سيجري. ولا حتى أنت. قلت هذا. أما من سبيل لطرح خارطة الطريق لما يجري. هناك غياب تم للمشاريع السياسية للدول العربية. ولماذا نقول فقط مشاريع سياسية؟. نحن في أمس الحاجة اليوم إلى أن نربي جيل جديد. هذا الجيل الجديد يتربى الآن على العنف وعلى القتل وعلى التشرد. أو ما موجود خرج من بلاده. طيب ما الذي يمنع من قيام أي مؤسسة جامعة الدول العربية أو الدول العربية نفسها. توحيد مناهج التعليم. مناهج التعليم لو قرأتها تضحك عليها. كل دولة لها أجندة بكي توظفها لتدريس الأبناء. فانظر ماذا سيحلف بعد ثلاثين سنة. هذه كارثة. عندك برامج اقتصادية. عندك أرض بول أراضي زراعية صالحة للزراعة. تكون سلال غذاء للمنطقة كاملة. لا نزرع. أشكرك دكتور سيارة الجميل. أعتذر منك على المقاطعة المقضاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. كان معنا الدكتور سيارة الجميل المؤرخ وأستاذ درسات الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأشكركم مشاهدين العزاء على حسن المتابع. إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج في العود. السلام عليكم. المجتمعات في المشاريع المستقبلية تحتاج إلى صحة. اهتمام بصحة وإيجوكيشن. تربية. والدول تحتاج إلى القوانين وإلى النظم. معناتها برامج. يوميا. ليس معنا. هذا متدهور للغاية. هذه العامل الأربعة متدهورة للغاية. في غالبية الدول العربية. ما السبب الذي أوصلنا إلى هذا المستوى؟ ما السبب الذي يقف وراء فشل الدولة العربية الحديثة؟ تجارب الحكم الغير ناضجة. وسيادة الكم على النوع. يعني هجرة الفلاحين وتركهم الأرض الزراعية. لكي يتمتع بالأنوار في المدن. دون أن تبنى الأرياف ويعتنى بالإنسان ويعتنى بالفلاح. التجارب الاشتراكية الفاشلة. التي طبقتها بعض الدول العربية. ولم ينتج منها شيئا. قرارات صعبة اتخذها بعض الحكام وبعض السلطات. في الإعلام. في تشويه سمع الدول. اليوم أصبح حتى الوازع الأخلاقي في ضمور. بمعنى أن يأتيني. عن ما كانت عليه هذه البلاد طيلة الستين عاماً من الماضي. هذا هو الرهان. هذا هو الرهان. يعني كيف نقلب المعادلة. أنا عندي هذا الأمل. لكن ليس في هذا الزمن. يعني نحتاج إلى زمن ليس بالقصير. ومن ثم تبدأ إعادة التفكير. يعني الإنسان ينبغي أن يعيد هذا التفكير. لا يبقى في حالة خراب. ما ذكرته منذ عام 1992 طرح موضوع التفتيت. يا ناس هناك تفتيت قادم. واستمعنا كثيراً من البلقانية إلى لبننا. وأن المجتمعات ستمر بحروب أهلية. والانقسامات ستكون كبيرة جداً. هذا ما يحدث الآن. هو ما يحدث الآن. بدأت في التسعينيات بالجزائر. ثم عرج على السودان. ثم هناك العراق في أزمة. ما يطرح من مشاكلنا. ولهذا هناك إحباط عند بعض الناس. ويقول لا داعي لكي أتكلم. لأن هناك عندنا في محيطنا العربي دول مركبة. ودول مجزئة. ودول قزمية. سأتكلم عن الدول المركبة. كل الدول المركبة أتعاني اليوم من الخراب. علماً بأنها صاحبة ثروات. وصاحبة مجتمعات غنية جداً. وصاحبة ثروة بشرية. هي لا تنتج شيئاً اليوم. وعاشت في أزمات منذ خمسين سنة. وتلاقي اليوم تجدها في خراب. مثل ماذا؟ أجيء. خذ مثلاً العراق. خذ مثلاً سوريا التي ركبها. وتركبت. وقسمت بلاد الشام إلى أربعة أجزاء. فلسطين راحت. وكانت كقضية مركزية لنا. أصبحت الآن قضية فلسطينية. تقريباً في الترتيب الرابع أو الخامس. في الترتيب الرابع أو الخامس. كانت مركزية واحدة. الكل مجدود لها. اليوم خبت القضية الفلسطينية. واستجدت مشاكل. لم نكن نفكر بها عندما كنا صبياناً. لم نفكر بها. فجأة أمامنا أبواب جهنم فتحت. لكي نجد بلداننا في خراب. نجد بلداننا يسودها العنف. يسودها السرقات. تسودها المافيات. ما الذي جرى خلال هذه السنوات. الأربعين التي مضت. بتحكم سلطات ديكتاتورية. للأفكار التي نادى بها هانتن. تشعر وكأن الغرب لا يريد تجاوز هذه اللحظة. لحظة 11 من سبتمبر عام 2001. وكلما خبت جذوة هذه اللحظة. كلما وجدت من يشعل فيها النار مجدداً. بأحداث مثل تلك التي حدثت مؤخراً في فرنسا. والنفخ في هذه الأحداث. وتكبيرها بهذه الصورة. هناك نفخ. هناك نفخ إعلامي. هناك نفخ سياسي. لكن كناحية علمية. كناحية تاريخية. أنا لا أستطيع أن أبد بما حدث. بالألفين واحد. وما تلاه. لأن هناك خفايا لا أنا أجهلها. وغيري أجهلها. لا أستطيع أن أبد بما حدث في تلك السنة. وهي انقطيعة بين زمنين. وهي المبشرة لقرن قادم. تركنا فيه القرن العشرين. وجاء قرن قادم. وفتتح بهذا الحدث الكبير. إذن بعد ثلاثين سنة ربما أكثر. ستظهر حقائق نحن نجهلها اليوم. ما هي العولمة؟ العولمة ظاهرة تاريخية يا عزيزي. كأي ظاهرة سبقتها؟ لأنه في التصنيف التاريخي. أو التحقيب التاريخي الحقيقي. أن العالم في نهاية القرن العشرين. كان مقدم على ظاهرة تاريخية جديدة. بعد الظواهر التي مجاليات كبيرة جدا. من عالمنا يعيشون في الغرب. أو تعيش تلك الجاليات في الغرب. فهي حالة الصراع موجودة. ولكن الأكبر منها عندي. كما أتصور. هي حالة التلاقي. حالة التلاقي هناك فجوة هائلة في القدرات والإمكانات بين هذا الفريق وذاك. بما يعني في كثير من الأحيان أن هذا التلاقي يمثل علاقة تبعية أكثر منه تلاقي. أنا لا أقصد في هذا الزمن. ولكن هناك نظرية لإنعكاس الثنائي في التاريخ. على امتداد هذا التاريخ الطويل. الغرب أخذ من عندنا للكثير. ونحن أخذنا من عنده الكثير. منذ العهود الأغريقية. وصولا إلى الرومانية. وصولا إلى العهود الإسلامية. يكفي أن ثمانية قرون بقى العرب المسلمون في إسبانيا. في الأندلس. وعطينا من خلال البحر المتوسط. وعطينا من خلال مناطق عديدة. يكفي أيضا أننا جسدنا العلاقة بيننا كشرق. كما يصطلح عليه بالشرق الأوسط. وبين الشرق الأقصى. كل المسلمين هناك على امتداد تسعمائة سنة. آمنوا بالإسلام. دخلوا الإسلام من خلال التجارة. فليست هناك حالة صراع فقط. كما يتخيلها البعض. أو كما يتصورها البعض. يعني أنت ضربت مثلا بالوجود الإسلامي في الأندلس. الذي امتد من 92 هجرية حتى 895. هذا التفكير. لا يبقى في حالة خراب. ما ذكرته. منذ عام 1992. طرح موضوع التفتيت. يا ناس هناك تفتيت قادم. واستمعنا كثيرا من البلقانية إلى لبننا. وأن المجتمعات ستمر بحروب أهلية. والانقسامات ستكون كبيرة جدا. هذا ما يحدث الآن. هو ما يحدث الآن. بدأت في التسعينيات بالجزائر. ثم عرج على السودان. ثم هناك العراق في أزمة. ما يطرح من مشاكلنا. ولهذا هناك إحباط عند بعض الناس. ويقول لا داعي لكي أتكلم. ما قيل ويقال إلى حد الآن على لسان حكماء. لا ينفع. يعني إن رددنا هذا طويلا. لا حدا يأخذ به. لأن صاحب القرار هو مشغول بغير شيء. لا يستشير. لا يستشير. الإنسان الحاكم. حتى لو كان قطعة من الذكاء. يجب أن يستشير. من هو له فهم. من له تخصص. من له باع. في العالمية الثانية. إلى حد الآن لم تجدد نفسها. وكذلك الأمم المتحدة. كذلك كثير من المظومة. الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لها تمشي ضمن قانون. اسمه قانون دولي. ليس هناك قوانين دولية. هناك قانون دولي. ولها مؤسسات. يمكن تكون في رعاية هذه الدولة أو تلك. لكن الدول الخمسة هي المسيطرة عليها تسيرها كيفما تشاء. لكن جامعة الدول العربية. هذا كمشروع. هناك مشروعات أخرى فاشلة. باستثناء مشروع وحيد. في بداية السبعينات. بدأه المرحوم الشيخ زايد. ونجح في اتحاد سبع إمارات. وحدهم في دولة واحدة. واستمر إلى حد الآن. تجربة اليمن اليوم متفسخة. اليوم اليمن تعيش حرب أهلية مع الأسف. وقضية اتحاد العدن مع اليمن الشمالي. أصبح هذا من نتائج الحرب الكارثية اليوم التي تخوضها اليمن. وهكذا بالنسبة للدول المركبة. لأن هناك عندنا في محيطنا العربي دول مركبة ودول مجزئة ودول قزمية. سأتكلم عن الدول المركبة. كل الدول المركبة تعاني اليوم من الخراب. علما بأنها صاحبة ثروات وصاحبة مجتمعات غنية جدا. وصاحب إعلامي. هناك نفخ سياسي. لكن كناحية علمية وكناحية تاريخية. أنا لا أستطيع أن أبت بما حدث في 2001 وما تلاه. لأن هناك خفايا لا أنا أجهلها وغيري أجهلها. لا أستطيع أن أبت بما حدث في تلك السنة. وهي انقطيعة بين زمنين. وهي المبشرة لقرن قادم. تركنا فيه القرن العشرين. وجاء قرن قادم. وفتتح بهذا الحدث الكبير. إذن بعد ثلاثين سنة ربما أكثر. ستظهر حقائق نحن نجهلها اليوم. ما هي العولمة؟ العولمة ظاهرة تاريخية يا عزيزي. كأي ظاهرة سبقتها؟ لأنه في التصنيف التاريخي. أو التحقيب التاريخي الحقيقي. أن العالم في نهاية القرن العشرين كان مقدم على ظاهرة تاريخية جديدة. بعد الظواهر التي مرت بخمسة قرون من تاريخ العالم. بدءا بالاستكشافات في القرن الخامس عشر. إلى ظاهرة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر. كظاهرة إلى ظاهرة المركنتالية التجارية العالمية والبنوك في القرن السابع عشر. إلى ظاهرة التنوير كظاهرة في القرن الثمعات. سواء بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب. فأنا لا أستطيع أن أقول أنها حركة الصراع فقط موجودة بين الشرق والغرب. وكلمة الشرق هنا أضع عليها علامة استفهام. لأن الشرق كبير جدا والغرب كبير أيضا. فبالنسبة للخط السياسي والتفسيرات الأيدلوجية والحالة الواقع الذي نعيشه هناك تفسيرات كجزء من واقع اليوم موجود أمامنا نعيشه اليوم في هذا الزمن. وهناك أيضا لنا جاليات كبيرة جدا من عالمنا يعيشون في الغرب. أو تعيش تلك الجاليات في الغرب. فهي حالة الصراع موجودة. ولكن الأكبر منها عندي كما أتصور هي حالة التلاقي. حالة التلاقي. هناك فجوة هائلة في القدرات والإمكانات بين هذا الفريق وذاك. بما يعني في كثير من الأحيان أن هذا التلاقي يمثل علاقة تبعية أكثر منه تلاقي. أنا لا أقصد في هذا الزمن. ولكن هناك نظرية لإنعكاس الثنائي في التاريخ. على امتداد هذا التاريخ الطويل الغرب أخذ من عدن الكثير. ونحن أخذنا من عنده الكثير منذ العهود الأغريقية. وصولا إلى الرومانية. وصولا إلى العهود الإسلامية. يعتري كثيرين في هذه المنطقة. في منطقة الشرق الأوسط في العالم العربي. هناك من يتصور أو يخشى بأن هذه المنطقة مقبلة على هزات عنيفة. بل زلازل مدمرة. عواصف عاتية. ستذهب ببعض الدول. وستقسم دول أخرى. بعد عشر سنوات في تقدير بعض الناس. أو في تشاؤم بعض الناس في هذه المرحلة. لن تكون هناك بعض الدول. لن تختفي بالكلية من الخارطة. وهناك دول ستنقسم إلى ثلاث دويلتين. أو دويلتين. ستكون كيانات مختلفة تماما عن ما حادث في اللحظة الرأينات. ربما في السودان مثل لهذا الأمر. كان دولة ثم صار دولتين. وربما يصبح ثلاثة في مستقبل قريب. الله أعلم. لكن هناك أيضا مستوى آخر من التحليل. هناك شعور آخر يعتري كثيرين بأن هناك أملا ينمو من بين هذا الركام. أن الأمة دخلت في مخاضن ربما يتولد عنه مستوى آخر تماما. مستوى مختلف تماما عن ما كانت عليه هذه البلاد طيلة الستين عاما من الماضي. هذا هو الرهان. هذا هو الرهان. يعني كيف نقلب المعادلة. أنا عندي هذا الأمل. لكن ليس في هذا الزمن. يعني نحتاج إلى زمن ليس بالقصير. ومن ثم يعني في التاريخ القديم. لا أنا أقصد في العقود الستة الماضية. مرحلة أدنى ناس برقيبة ساهم في بناء تونس. وأقولها علىنا. لكنه لم يضع أسس وأنظمة ديمقراطية تفرز حكما رشيدا من بعدي. يعني ربما يكون الحاكم صالحا في حاله. وربما يكون صالحا للفترة التاريخية. لكنه لم يضع من خلفه ما يمنع الفساد على سبيل المثال. الدولة تحكم بمؤسسات وليس بأفراد. ليس هناك حاكم مثاليا. ليس هناك حاكم مثاليا. سعد زغلول مقدمة أحبط. غطيني يا صفية. هناك المشاكل محاطة من كل مكان. هناك ناس أفنوا أعمارهم. حياتهم دفعوها من أجل أوطانهم. لكن قصي لملاحظة أخ حسن. الذين حكموا من خمسين سنة أتوا من بقايا تاريخية. يكونوا من طبقات أرسقراطية أو برجوازية عليا. هؤلاء أجدهم أقوى بكثير من خلال التعليم الذي تعلموه. ومن خلال مواريد نزع حرق النزع الوطنية. حرق النزع الوطنية. اليوم الهوية مهددة. الانتماء مهدد. لا يمتلك الإنسان إلا هوية. يقول بأن هذا سوري. هذا عراقي. هذا مصري. لكن هناك تفكك في النسيج الاجتماعي. يعني الانتقال مما كانت عليه الدولة. الدولة في القرن العشرين. وكانت المجتمعات تعيش غير مفككة. اليوم نعيش تفكك اجتماعي. هذا التفكك الاجتماعي هو أخطر بكثير من الدولة. كيف وصل بنا السياق التاريخي إلى مثل هذا التفكك المجتمعي. الذي ربما يتواكب مع معرمضة استهلاكي وثقافي ومجتمعي. يا عزيزي. يعني السياسة هي فن. ولكن بنفس الوقت هي حكمة. عندما يسود ناس لا يقرؤون كتابا في حياتهم. ويصبح رئيس دولة. وكل مقاليد الأمور بيده. عندما يساء تساء مناهج التعليم للتربية. تربية وتعليم في المدارس. ويساء وضع الجامعات. وتساء المؤسسات. ليس هناك وصاحبة مجتمعات غنية جدا. وصاحبة ثروة بشرية. هي لا تنتج شيئا اليوم. وعاشت في أزمات منذ خمسين سنة. وتلاقي اليوم تجدها في خرام. مثل ماذا؟ أخذ مثلا العراق. خذ مثلا سوريا التي ركبها وتركبت. وقسمت بلاد الشام إلى أربعة أجزاء. فلسطين راحت. وكانت كقضية مركزية لنا. أصبحت الآن قضية فلسطينية. تقريبا في الترتيب الرابع أو الخامس. في الترتيب الرابع أو الخامس. كانت مركزية واحدة. الكل مجدود لها. اليوم خبت القضية الفلسطينية. واستجدت مشاكل. لم نكن نفكر بها عندما كنا صبيانا. لم نفكر بها. فجأة أمامنا. أبواب جهنم. فتحت لكي نجد بلداننا في خراب. نجد بلداننا يسودها العنف. يسودها السرقات. تسودها المافيات. ما الذي جرى خلال هذه السنوات. الأربعين التي مضت. بتحكم سلطات ديكتاتورية. خلقت مثل هذا النسيج البشر. وعندي سنة 1979. هي أخطر سنة في القرن العشرين. لماذا؟ وليزعل من يزعل. هناك ثلاث سنوات مهمة. سجلتها أنا.